تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورفاهيتهم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ودمجهم في مجتمعاتهم وزيادة وعي المجتمع لحالهم أهداف وضعتها الأمم المتحدة نصب عينيها حين أقرت اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الاحتفاء بهذا اليوم الدولي أقر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على أن يكون في الثالث من شهر كانون الأول من كل عام حيث يشهد مقر الأمم المتحدة مجموعة من الفعاليات بهدف تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في التنمية المستدامة كما عقدت الأمم المتحدة عام 2006 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانت جسدية أو ذهنية لتمكينهم من المشاركة في تنمية مجتمعاتهم تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحدث عن وجود مليونين وثمانمائة سوري يعانون من إعاقة دائمة وأشار إلى أن واحدا من بين كل 15 لاجئ سوري في الأردن وواحدا من بين كل 30 لاجئ في لبنان أصيب جراء الحرب